الموضوع المهم اللي هو مؤلم انه يرحل النهاردة او ترحل النهاردة اتنين من المحاربات المقاتلات في وجه المرض الملعون السرطان زميلتنا اسماء مصطفى الله يرحمها ويمكن بيبقى صعب انك انت تشوف زملائك يعني يتوفاهم الله بيبقى شيء صعب جدا ده مما لا شك فيه والواحد يعزي بشكل خاص ومباشر الدكتور ايمن ابو العلا زميلي وصديقي يعني زميلي في المجلس النواب وصديقي العزيز من سنين ربنا يا ربي صبرك ويقدرك على الولاد لانه اسماء عيالها صغيرين زي ما حضراتكم شايفين الله يرحمها وربنا يا رب يكبر الولاد دول يبقى احسن ولاد في الدنيا على خير باذن الله وسلم الزرقه سلمة الزرقه اللي هي نموذج حقيقي للمحارب المقاتل الملهم يمكن سلمة كانت طول الوقت الله يرحمها تخلق طاقة ايجابية مزهلة عن طريق التواصل الاجتماعي تشجع الناس على الاستمرار وعلى محاربة المرض الملعون واللي هيبدأ يشوف صفحات التواصل الاجتماعي ويشوف تحديدا حسابات هؤلاء المحاربين وأولئك المقاتلين ومنهم النساء ومنهم الرجال اللي لسه احياء ما بيننا وبيحربوا المرض ده عندهم احباط وعندهم حزن وبدأ او بدأت تخيم عليهم سحابة سوداء قاتمة اللي انا اقدر اقوله بس مفيش داعي لده انا في رأيي خليكوا زي سلمة كملوا المشوار اللي بدأته سلمة في انها بتشجع الناس انها بتلهم الناس انها بتخلق طاقة ايجابية حقيقية ويمكن ده يبقى افضل عزاء لسلمة الزرقى والاسماء مصطفى انه اللي جالهم المرض يتعاملوا زي سلمة واسماء انه دي مش اخر محطة احنا مكملين طول ما احنا احياء وهنحارب طول ما احنا احياء وهنقاتل طول ما احنا احياء ولن نقف وهنربي ولادنا ونسعد ازواجنا ونبهج ابقنا وامهتنا وكل اللي حوالينا احنا مش هنكتف ايدينا احنا مش هنقع فريسة لا للحزن ولا لليأس على الاطلاق ولا هنستسلم لهذا المرض باي شكل من الاشكال الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم ويتغمدهم برحمته وبمغفرته ويسكنهم فسيح جناته اسماء مصطفى وسلم الزرقه الله يرحمكم اشتركوا في القناة